بالتأكيد لتصريحات سيد جبارين زيه الجبارين في الساعات الأخيرة ربما كانت هناك حالة محالات عدم اليقين الضبابية الجدل المستمر حول هدنة من عدمها لماذا برأيك؟ لماذا؟ لأنه إسرائيل تريد محتجزيها ولكنها لا تريد أن تدفع ثمان وضعت الجميع في معادلة صعبة لأنه بدها المحتجزين بس بدهاج تدفع ثمان وعندها رغبة لتأخذهم تنفذ صفقة بس خايفة من الصورة العامة لهذه الحكومة هذه الحكومة بدت من نظر رأي العام الإسرائيلي ضعيفة وهذه الحكومة فقدت تقتها بنفسها وصعب تأخذ أي تنازل من واحد ثقته بنفسه دايما اللي بتأخذ منه تنازله لثقته بنفسه عالية هذه الحكومة تعاني أزمة مصداقية أزمة ثقة أزمة إدارة أزمة قدرة وبالتالي في حالة تلعثم في إسرائيل وهذه حالة تلعثم لعثمة العالم كله معاها الرئيس الأمريكي من أسبوع شو بقول الخبر شكر أمير قطر على دوره في الصفقة مش هيك في أكثر يعني جدية ومصداقية مش مصداقية بالمعنى في أكثر معلوماتية مصداقية معلوماتية أن تأخذ من البيت الأبيض بيان طيب وقطر تعمل على الموضوع ورئيس المخابرات دادي برنيع كان في القاهرة قبل ثلاثة أيام وكل العالم شغال على هذه الصفقة والجميع لديهم طباع أن الصفقة ستتم بالأمس شو اللي صار بالكابينيت أنه جناح نتنياهو ثلاثي نتنياهو جلانت ومستشار الأمن القومي رفضوا لأنه هذول كانوا في الحكومة أصلا وشعرين أنه في مشكلة إذا وافقوا الطرف الذي لم يكن في الحكومة بقية الكابينيت هو الاثنين الجنرالات أيزن كوت وغانت معمرونه لأنه لن يتهم يعني ما عندهم مش أزمة ثقة بالذات كما أزمة الثقة بالأعضاء الحكومة بالكابينيت وبالتالي صار اعتراب هنا هذه المسألة اللي أحدثت وتحدث ونتنياهو لا يريد صفقة النتيجة نتنياهو لا يريد صفقة بات واضحا وهو يخاف أن تعقد صفقة ويخاف أن يتهم بالتنازل من غصبا عنك طلات الأسراء بعد 7 أكتوبر إسرائيل تقف يعني تضع نفسها على أعلى الشجرة وتخشى الانكسار والجميع يعتقد أنه سيتهمه إذا لاحظنا بدنا نرجع للتصريحات الأولينية عندما سئلوا عن المحتجزين كانت ردة الفعل الأولين نفهم كيف يفكر نتنياهو نتنياهو يفكر أنه كما صدرت تصريحاته أنه سنعتبرهم 240 ضحايا حرب بالنسبة له ما فيش مشكلة الجرح في إسرائيل أكبر من 240 وعده دفعهم الجنود هاي هم قاعدين 60 وإشي وصف الرقم بمعنى بمعنى أنه ما عنده مشكلة أنه هذول ماتوا راحوا فيه عنده مشكلة أكبر من ذلك وبالتالي هو خدع الوسطاء كلهم ويتعاطى أنه كأنه بده صفقة لكن بالحقيقة ويخدع الرأي العام الإسرائيلي أنه بده رجع لهم أو لأنه فيه ضغط داخل إسرائيل خدع الوسطاء ومن فيه الرئيس الأمر فيه أكثر من هيك وأوهمهم أنه جاهز لعقد صفقة والوسطاء نقلوا الرسالة ربما لحركة حماس وحركة حماس تفائلت حركة حماس بمصادرها نقلت لوسائل الإعلام هذا الصباح أنا كنت أستمع لرشة بيت العبرية شو قالت بالنص؟ الساعة 9 نشرت الساعة 9 أنا سمعت قالت فضائيات عربية وعددت ثلاث فضائيات عربية بالمناسبة من بينها الغد قالت أنه فضائيات عربية تقول أنه هناك نقلا عن حماس أنه هناك مصادر في حماس تقول أنه فيه هدن الساعة 11 والكل فضائيات أذعتها بالأمس شفناها وهنا يجب هو السؤال أنه يجب أن تفهم حركة حماس كيف يفكر نتنياهو لأنه هذا يتعلق بالرأي العام الذي ينتظر الهدن والصفقة هذه مسألة يجب أن لا تنخدع حركة حماس يعني التعاطي مع الموضوع بدوش هذا القدر من السذاجه نفس الوقت ربما أنه حركة حماس تسربت هذا الموضوع لبضغط على الرأي العام الإسرائيلي وهنا فيه مشكلة كبيرة إذا هذا التسريب اللي بالأمس متعمد هدفه بضغط الرأي العام الإسرائيلي لا هنا مصداقية حركة حماس تكون من مصادرها على المحكم بالتالي لكن الجميع علي أن يدرك أن نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع الجميع الآن لدي سيلو ما أسأل سيلو ما أسأل طيب بداية فيما تعلق بالمعلومة وفيما تعلق بإعلان حماس بها لبعض من اقتصدهم بالإعلام نحن في حالة حرب هذه الأمور منطقية لن أقول مقبولة أقول منطقية تماما في حالة حرب أشوف مظبوط أنا أفهم أكمل صحيح طيب أقول لي يا أستاذ أكرم مرة سابقة حدث فيها هدنة دون أن تحدث مثل هذه المغالطات من طرف من الاثنين في كل هدنة يتمي ذلك هي نظبوط هي تحدث لكن السياسة في تاريخ قصير جدا لكنه مكثف حول هذه الهدنة بالذات المناخات اختلفت إسرائيل ثقتها بنفسها تزت وبالتالي موافقتها على الهدنة يعني مثلا في كل مرة في اللحظة التي تدخل أوساط وأطراف وتعمل وقف إطلاق النار وتحقق تهدئة تهدئة نهائية إسرائيل تعود وبتقول إحنا حطمنا البنية التحتية وكذا هذه المرة تخيل شكل إسرائيل فيما لو الآن وقف إطلاق النار نهائي هزيمة ساحقة نهائي نهائي قبل خمسة أيام مثلا الآن قبل خمسة أيام بعد عشر أيام طيب إسرائيل وضعت أهداف وعلقت نفسها على الشجرة إذن هذه المرة إسرائيل ليست إسرائيل التي نعرفها قبل كل تصريح كل رسالة من وسيط كل مفاوضات كل تصريح من أي مسؤول إسرائيلي بده تدقيق فيه بمنطق أنه هذا الذي فقد ثقته بنفسه يقول هكذا طيب هل هذا صحيح والله برسل الرسالة إلى شعبه والله لأنه أزمة نتنياهو الأكبر مش مع حماس ولا مع أمريكا ولا مع ما يرتكب في قطاع غزة أزمة الأكبر في الاستطلاعات هذا لا يتخيل هذا متخيل حاله مولود للكرسي هذا لن مش متخيل أنه يغادر نعم لليوم تعرف سلوكه فكل قصته وخلى الحرب شغالة وألقى الحمل على مسؤولين الأمن باتهمهم هذا كل همه الآن عينه على الداخل الإسرائيلي علينا أن ندقك بكل رسالة سواء قالها بوسائل الإعلام أو حملها للوسطاء أو أبدأ قدر من المرونة أو نقلها ونقلت لحركة حماس باعتبارها ليست نهائية ومدعا للشك كله بدي يخضع للشك الآن كذلك وأنت تتحدث سيد أكرم أعتقد أن السؤال الذي يجب أن نعلم إجاباته كلنا وكل من يتابع هذه الحرب ما هو مراد وما هو مطلوب من حركة حماس أو من فصيل للمقاومة في فلسطين هل مطلوب من أي فصيل مقاومة في فلسطين أن يضحر المركافة والأباتشي وأن يواجه هذه القوة النووية الغواصة والجيل فورد والأيزنهاور هل مطلوب هكذا هل هو معيار النصر متى نقول انتصرت غزة هل بالقضاء على أعتى جيش جيش أمريكا الداعم وجيش قوة بالمنطقة لا هذه حرب مفاجئة والجميع ما حدش مرتب حاله طيب لا العرب جاهزين لديهم رؤيتهم بالمنطقة طيب بدءا من الحرب انتهاءا بالسلام ولديهم بادر عربي ولديهم طيب ولديهم والسلطة الفلسطينية أيضا لديها رأيها و إسرائيل أيضا فوجئت وأنا بظن الجميع فوجئت حتى داعمي حركة حماس اسمعنا الأمين العام طيب حزب الله يقول لم نستشر لم نبلغ بهذه بمعنى إنه فاجأة الجميع لما ما هو المطلوب الحماس أو فصيل مقومة حقن الدم الفلسطيني الآن حقن الدم الفلسطيني حقن الدم الفلسطيني ما يجري فيه قطاع غزة إبادة وقتل للحياة مش قتل للبشر شوف حرب نتنياهو واضح بين الأرقام مش مع حماس مع الناس حرب نتنياهو مع الناس مش مع حماس حجم الأرقام اللي بتقول اللي بهجر الناس مش جاي عشان يحارب حماس في الرأسه مشروع مختلف نعم في رأس نتنياهو مشروع تهجير إزالة غزة عن بكة أبيع مش إزالة حماس العنوان إزالة حماس طيب لكن الحقيقة إزالة الشعب الفلسطيني هذه أمور باتت واضح لايس فيها لبس ولا شك الآن أنا بقصد أنه مدى مطلوب من حركة حماس تتشاور مع كل الأصدقاء العقلاء تتشاور مع كل الأصدقاء كيف يمكن أن نخرج من هذه المعركة كيف يمكن أن نحمي شعبنا غزة تنتصر بإرادتها مش بقوة العسكرية عمرها غزة غزة دائما منتصرة بس عمرها ما انتصرت بالسلاح لا ما حد تتوقع أنه غزة وتنتصر بالسلاح على أعلى أعتى جيش في الشرق الأوسط هذه دبابة مركبات دبابة كل الإختراعات الكونية كيف تحصن دبابة مركبات تكنولوجيا نعم بالتصفيح كلها حتى إلى الدرجة اللي عملوا له هاي شي مظلة في المال هاي شي منتحت والمجناب طيب والجناح اللي متحرك والشي الثابت الجسم الثابت والذكاء الصناعي طيب ومعطف الريح هذا طيب اللي بيطلع لحاله صواريخ طيب ندخل في بعض التفاصيل نعود من حيث بدأنا هذا الجدل حول الصفقة لماذا تأخر تنفيذ هذه الصفقة التي كانت لأنه نتنياهو بدون طيب أسألك نعم طبعا تعلم حادثك أنه في ظل غياب المعلومة اليقينية ربما نركن إلى يعني صف الثاني من المعلومات نعم هذا هذا الجهاز والمواقع التواصل الاجتماعي تعج بكثير من هذه الأخبار نعم يقول لحضرتك أن سبب تعثر هذه الصفقة هو رفض إسرائيل في اللحظات الأخيرة لطلب من السيد السنوار بمغادرة الزنانات لسماء غزة لمدة خمس ساعات حتى يتم إخراج المحتجزين من أماكن اهتجازاتهم السرية ويتم تجميعهم في نقطة علنية مثلا هل يعني نوافق ماذا نتعامل كيف مع هذه الأخبار هذا مفهوم تماما رفضت إسرائيل هذا 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 يقينا دون أن تكون معلومات أنه يكون هذا طلب لماذا لأنه إذا كانت الطائرات بدون طيار موجودة في السماء رح تعرف الأماكن اللي بخرجوا منها وتعرف بقية المحتجزين وين لأنه يعني كم سجن عندها أو كم مكان تجمع فيه طيب رفضت إسرائيل تصدق هذه الأخبار رفضت إسرائيل لا يمكن أنا بظن أنه هذا شرط منطقي منطقي ارتباطا بطبيعة المفاوضات بين الجانبين تحتك يعني عمل سري هذه في بقية أسرة يعني هم حيخلوهم من أماكن في بقية وبالتالي كيف بدك يعني حركة حماس كيف تعتقد أنه في الأمر بدها ترشد الإسرائيلي إلى أماكن هل تتذكر ماذا حدث في شاليت كيف أخرج شاليت نعم أتذكر طيب سيارات خرج من كل مرات قطع عدد بشبه بعض نعم وبدون لوحات وتحرك تموي إذا شاليت اللي ما كانش فيه يعني هذه الظروف وهذه الأجواء قائمة إن عمل كل هذه الاحتياطات الأمنية المدهشة سيارة تحركين بنفس الوقت من كل الأماكن نعم متاهن بين بعض وصل بأنين سيارة وعاد المتفرقات فما ببالك في معركة لسه ما كانش ما كانش الجيش الإسرائيلي بده يكمل بعد شاليت بمهمة طيب الآن الجيش الإسرائيلي يبحث عن أي معلومة ليكم المهمة طيب المهمة فيها فيها المعركة فيها نصر وهزيمة بالمناسبة مش سهلة إسرائيل عندما تدخل إلى الأماكن إذا أرفت الأماكن رح تدخل إلها مهما كلها في الثمن إذا أخذت الأسرة ستسجل هزيمة لحركة حماس وانتصار لإسرائيل في معارك منها النوع محدش بسلم خصمه انتصار ومحدش بجيب لحاله الهزيمة طيب الفكرة نفسها سيد أكرم وبما ذلك هو سؤال الأخير الفكرة نفسها فكرة إن شاليت استبدلة بألف نوع ألف ثمانية وستين لو أنا فاكر ألف حاجة وستين نعم صح؟ نعم شاليت نعم ألف سبعة وشرين صح؟ نعم شاليت نعم والآن إسرائيل تتحدث عن موافقتها خمسين في مقابل خمسين نعم الفكرة نفسها لا هو مش مختلفات عن بعض كل صفقة لها فرادتها يعني فيها لها خصوصيتها بشاليت الصفقة استدعت هذا الأمر هذه المرة صفقة مختلفة الأساس أن الكنيسة الإسرائيل علينا أننا ننسى أنه بعد صفقة مع حزب الله قرر أنه بعد الآن شخص مقابل شخص وجثة مقابل جثة وتم إقراره بالكنيسة الإسرائيل منذ متى؟ هذا بألفين وسبعة أو ألفين وثمانية شاليت ألفين وده أنا أتحدث بعد الصفقة مع حزب الله طيب بعد الصفقة مع حزب الله مباشرة كان الكنيسة الإسرائيلية يجتمع وتقدم مشاريع أنه بعد الآن نتعرض لابتزاز من العرب بعد الآن لن نخضى على هذا الابتزاز فرد مقابل فرد وجثة مقابل جثة هذا قانون إسرائيلي صفقة شاليت كسرت هذا القانون ردخت إسرائيل حتى نحو مبرنيع كتب دولة جثت على ركبتيها تغير يعني كسرت قانونها الآن بعد ذلك حتى هذه الصفقة خمسين مقابل خمسين لا تندرج في إطار فرد مقابل فرد لأنه الكل يعمل على معرفته لثقافة الآخر ثقافة الآخر تقول أنه الفلسطينيين عندهم يستعد بس الإسرائيلي ما مستعد حتى جثة أن تدفن خارج المقابر اليهودية الجثة العقين فيش شرعي وبالتالي هذه خمسين مقابل خمسين طيب سأجد سؤالا سريعا من حيث الفكرة أيضا سيد أكرب إسرائيل حتى اللحظة لا تتحدث إلا عن ثلاثة أيام أو خمسة أيام نعم عفوا وهي لا تنكر أنها بعد ذلك ستعاود هجماتها نعم هي هذا الأمر هو هو كذلك الأمر لأن الحرب وأهداف الإسرائيلية لا تتحقق بهذه الصفقة هذه الصفقة تريدها إسرائيل لتخفيف الاحتقان الداخلي بالمناسبة خمسين مقابل خمسين أنا كنت بس بدي أكمل ومقابلها المساعدات والسولار وفتح المعبر فتح المعبر على الأقل بمعنى أنه مش فقط تقتصر على الأسرة شروط حركة حماس بعد من ذلك لكن الإسرائيلي الذي لم يستجيب حتى الآن للصفقة فقط كل ما يريده من هذه الصفقة لأنه هو أعلن وأنا مقتنع أنه بين يمين نتنياه بالنسبة له ضحايا حرب مش فارقة حتى لو بجيبهم ميتين يعني حتى لو بلغاهم في الشوارع ميتين قديش بجيب منهم قديش لكن الرأي العام الإسرائيلي الضاغب أنت بتحكي عن مئتين وأربعين أربعة أفراد الأسرة هاي ألف لو تحركت يوميا دول لن يوادروا إذا جابوا أصدقائهم بتحكي عن آلاف مش شاليت وعيلت وبجيبوا أصدقائهم والمظاهرة بتكون من عشر وعشرين بتحكي عن آلاف هذه المرة في ضغط داخلي إسرائيلي هو كل ما يفعله في هذه الصفقة لتخفيف الاحتقان الداخلي ليستكمل بعدها الحرب أشكرك سيد أكرم أعطال الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا شكرا لكم